أكد عدد من أعضاء مجلس الشهرة أن مملكة البحرين تجني ثمار مثاق العمل الوطني الذي أصبح القاعدة الأساسية لجميع التغيرات وخصوصا الاقتصادية والتنموية التي شهدتها مملكة البحرين وأشار عدد من الأعضاء إلى أن هذه الانجازات أتت تطبيقا لنصوص المثاق على أرض الواقع من خلال سن التشريعات والقوانين والحمد لله اليوم بعد مرور هذه الفترة نرى اليوم أن كل مبادئ التي أتى بها هذا المثاق تركزت في الجانب الاقتصادي بما فيها اليوم نوع من الثناء نحن الحمد لله جئنا في معدل سنوي نأخذ بالاعتبار ما هي احتياجات المرحلة القادمة وبنين كل هذه الاستراتيجيات الموجودة بناء على مرين فيه في السنوات الماضية الشكر كله دائما موجود للفريق الذي أدى إلى نجاح مثل هذه النوع من الاستراتيجيات وأيضا الإنجازات التي تم الحمد لله إنجازها خلال الفترة الماضية يوم الميثاق يوم 14 فبراير والذي الآن نحن والحمد لله ننعم بكل المكتسبات التي حققها لنا الميثاق على كافة الأصعدة والنواحي سواء من ناحية السياسية الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية يكفي أن المملكة بفضل الله وقيادة سيدي صاحب الجلال الملك وصلت اليوم في التقييم العالمي إلى أعلى المراتب والمناصب في حرية الرأي حرية الصحافة كفالة الكفالة ورعاية الدولة للمواطن والمقيم ترجمة نانسي قنقر